بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي أهلا وسهلا بيكم في مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والنهاردة بنكمل قصتنا قصة الحضارة المصرية الأديمة واللي بدأناها المرة السابقة في عصر الدولة القديمة أو ما يعرف بعصر بناة الأهرامات وكنا ختمنا قصتنا المرة اللي فاتت بأن الأسرة العاشرة أسقطها حكام طيبة اللي تمكنوا من تأسيس أسرة جديدة حاكمة لمصر وهي الأسرة الحادية عشر طبعا في درسنا النهاردة وهو الدرس التاني اللي اسمه عصر الرخاء الاقتصادي أو عصر الدولة الوسطى واللي هنتكلم فيه على أسرتين حاكمتين لمصر وهي الأسرة الحداشر والأسرة الاثناشر عصر الدولة الوسطى أو ما يعرف بعصر الرخاء الاقتصادي يعني إيه عصر الرخاء الاقتصادي يعني العصر اللي فيه نوع من أنواع الاستقرار المادي للدولة المصرية في العصر ده ملوكه ما كانوش مهتمين زي ملوك الدولة القديمة ببناء الأهرامات بل كانوا مهتمين بإقامة مشروعات عديدة يستفيد منها الشعب المصري كله عشان كده المؤرخين أو علماء التاريخ سموا هذا العصر بعصر الرخاء الاقتصادي وعصر الرخاء الاقتصادي ده سبب تسميته زي ما قلنا أن ملوك الدولة الوسطى اهتموا باستثمار موارد مصر الطبيعية عشان ينهضوا بالبلاد في كل المجالات زراعة، صناعة، تجارة اهتموا بكل الموارد المصرية سواء كانت بقى معادن أو أحجار حتى نهر النيل والأراضي الزراعية عشان كده ملوك الدولة الوسطى أقاموا العديد من المشروعات فاستحقوا لقب عصر الرخاء الاقتصادي يبقى لو جلنا سؤال في الامتحان وده أول سؤال عندنا النهاردة من أسئلتنا اللي بنسجلها في الكراسة بتاعتنا بما تفسر يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي هقول بسبب اهتمام ملوك هذا العصر باستثمار موارد مصر الطبيعية من أجل النهوض بالبلاد وإقامة العديد من المشروعات التي نهضت بالبلاد نهضة شاملة في جميع النواحي مش بس كده عصر الدولة الوسطى مش بس هو عصر الرخاء الاقتصادي عصر الدولة الوسطى ده كمان شباب يمثل العصر الزهبي لمصر القديمة في كل المجالات مش اقتصاده بس ده اقتصاد وفنون في مجالات التعليم في كل المجالات عصر الرخاء الاقتصادي أو عصر الدولة الوسطى هو يعتبر العصر الزهبي لمصر القديمة كلها طب ليه؟ وده سؤال برضو من أسئلتنا المهمة جدا 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 بما تفسر كان يمثل عصر الدولة الوسطى العصر الزهبي لمصر القديمة لأن في العصر ده مصر تميزت زي ما قلتلكم من شوية بالنهوض بالزراعة النهوض بالصناعة وأيضا النهوض بالتجارة يبقى تاني لسجل مع بعض عصر الدولة الوسطى هو مش بس عصر الرخاء الاقتصادي لا ده هو العصر الزهبي لمصر القديمة لأن في هذا العصر حدث نهوض في الزراعة والصناعة والتجارة شغلنا كل المناجم والمحاجر اللي كانت في مصر المناجم اللي بنستخرج منها المعادن اللي بنعمل منها التماثيل أو الأدوات اللي المصريين القدماء كانوا بيستخدموها وكمان المحاجر اللي بنقطع منها الأحجار اللي بيبني بيها بقى معابد ومسلات وغيرها من الآثار المصرية القديمة مش بس كده ده في العصر ده تقدم في مصر مجالات عديدة منها الفنون العمارة الأدب عايزكم تتفرجوا وتروحوا وتشوفوا تماثيل عصر الدولة الوسطى اللي موجودة في المطحف المصري وتشوفوا براعة المصريين القدماء في نحت التماثيل وتفاصيل التماثيل الجميلة جدا اللي بتعبر عن مدى تقدم المصريين القدماء في مجالات الفنون تقروا قصص المصريين القدماء في هذا العصر اللي بتعبر عن تقدمهم في مجال الأدب ده احنا كمان في العصر ده عملنا علاقات كبيرة جدا مع دول حوالينا كتير هنعرف أسماءها النهاردة فعملنا قنوات أو مثلا قناة تسمى قناة سيزو ستريس اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي عملت علاقات كبيرة جدا ما بيننا وما بين الدول المحيطة بنا يبقى احنا كده عرفنا أن عصر الدولة الوسطى بيمتد خلال الأسرتين 11 و 12 وهو يلقب بعصر الرخاء الاقتصادي لأن حدثت نهضة شاملة في كل المجالات في هذا العصر وملوك العصر ده تموا بالإيه بإقامة مشروعات وهو مش بس كده ده هو كمان عصر زهبي لمصر القديمة لأن زي ما شفنا تقدم في كافة المجالات في هذا العصر تعالوا كده بقى نشوف أسماء ملوك من أشهر ملوك الدولة الوسطى في مصر القديمة وزي ما قلنا عندنا أسرتين 11 و 12 مش هنتكلم على أسماء ملوك الدولة أو الأسرة ال 11 احنا هنبدأ على طول من ملوك الأسرة ال 12 الأشهر واللي ليهم يعني كثير وكثير من الآثار الباقية في مصر حتى الآن من أشهر ملوك الدولة الوسطى ولاد ملك يسمى الملك من محات الأول من أيضا من ملوك الدولة الوسطى المشهورين جدا واللي ليهم أعمال كتيرة جدا في مصر يسمى الملك سنوسارت الثالث يبقى عندنا كده الملك من محات الأول من ملوك الدولة الوسطى عندنا ملك آخر وهو الملك سنوسارت الثالث ثم أخيرا من آخر ملوك الدولة الوسطى اللي هنتكلم عليهم وهو الملك من محات الثالث يبقى احنا كده عندنا تلات ملوك الملك الأول والأخير اللي هنتكلم عليهم أسماءهم قريبين أو زي بعض هو الملك من محات ومن محات من محات الأول ومن محات الثالث والملك اللي ما بينهم اسمه سنوسيرت الثالث هم دول أسماء الثلاث ملوك اللي هنتكلم عليهم دعالوا كده بقى سريعاً نتكلم على أول ملوك الدولة الوسطى اللي معانا النهاردة وهو الملك من محات الأول ابن محات الأول ده شباب قبل ما يبقى ملك كان وزيراً لآخر ملوك الأسرة الحادية عشر كان وزير لآخر ملوك الأسرة الحداشر وسنة 2000 قبل الميلاد تقريباً لقينا أن الملك ابن محات أو الوزير بقى ابن محات الأول أعلن نفسه ملك على مصر يبقى الراجل ده كان إيه؟ كان وزير وسنة 2000 قبل الميلاد أعلن نفسه إيه؟ ملك ولقب النفسه بإمن محات الأول يبقى ما ننساش أن هذا الشخص أو الصورة اللي قدامنا دي اللي بتصور لنا صورة الملك ابن محات الأول كان إيه؟ وزيراً لآخر ملوك الأسرة الحداشر ثم أعلن نفسه ملكاً على مصر سنة 2000 قبل الميلاد والرجل ده أو هذا الملك لما تولى الحكم قام بأعمال كتيرة جداً 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 من أهم أعماله إنه أغضع أو سيطر على حكام الأقاليم المصرية وعلى الرغم من كلمة إغضاعه أو سيطرته يعني لحكام الأقاليم اللي بتبين يعني أنه كان شخصية قوية قوي فسيطر على الناس دي إلا أنه كانت بتربطوا بهؤلاء الحكام علاقات ودية ما أخدش منهم السلطان أو السيطرة عليهم ده سحب منهم كل سلطتهم لا خلى فيه علاقات ودية مقابل الولاء والطاعة لي يعني كان سايب كل حاكم إقليم يفعل ما يريد في إقليمه مقابل الولاء والطاعة وده كان أسلوبه في فرض سيطرته على أقاليم مصر ومن الحاجات المهمة جداً اللي عملها الملك من محات الأول أنه نقل العاصمة بتاعة مصر بعد ما كانت في طيبة نقلها إلى مدينة أخرى اسمها أستاوي العاصمة بتاعة مصر قبل الملك من محات الأول كانت اسمها إيه؟ طيبة يعني بداية عصر الدولة الوسطى كانت مصر العاصمة بتاعتها إيه؟ طيبة ثم نقلها الملك من محات الأول إلى مدينة تسمى أستاوي والمصريين القدماء يعني الكلمات اللي كانوا بيختروها للمدن بتاعتهم كان ليها معنى وليها أصد إستاوي دي اللي هي إيه النهاردة؟ اللي هي محافظة الجيزة ويعني إيه إستاوي؟ معناها القابضة على الأرضين يعني إيه؟ يعني اللي بتسيطر على أرضي الشمال والجنوب هو بيوصل للمصريين إن أنا كده مسيطر على إيه؟ على شمال مصر وجنوبها كلها أنا ملك مصر من الشمال حتى الجنوب طيب هو ليه عمل الكلام ده؟ قالك لكي يضمن سيطرته على جميع أنحاء البلاد يبقى تاني الملك من محات الأول كانت العاصمة اللي قبله قبل ما يمسك هو الحكم كانت هي مدينة طيبة ثم نقلها إلى مدينة أخرى اسمها مدينة إستاوي اللي هي النهاردة الجيزة وكلمة إستاوي دي إيه المقصود بيها أو إيه كان معناها؟ أي القابضة على الأرضين أرض الشمال وأرض الجنوب وبيجي لي سؤال في الامتحان وبيقول بما تفسر نقل الملك من محات الأول عاصمة مصر من طيبة إلى إستاوي هقول له لكي يضمن سيطرته على جميع أنحاء البلاد من شمالها إلى جنوبها يبقى الرجل ده سيطر على حكام الأقليم وأخضاعهم لحكمه نقل العاصمة من طيبة إلى إستاوي ورجل من محات الأول هذا الملك كانت مصر بتعاني أو تعرضت في عهده لهجمات بعض الليبيين والأسيويين من الشرق ومن الغرب عشان كده لقينا من محات الأول بيعمل حملات كتيرة قوي عسكرية على حدود مصر الشرقية والغربية عشان يأمن حدود مصر من الناحيتين لتأمين مصر من إغارات الأسيويين والليبيين على أطراف الدلتة سواء كان من الناحية الشرقية من نحية أسيا أو من الناحية الغربية من نحية ليبيا وكان أيضا من أعماله أنه في جنوب مصر لي أصوار شهيرة جدا تحديدا في منطقة النوبة اسمها كده أصوار من محات المبجل أصوار من محات المحترم اللي كان بيحدد بيها حدود مصر الجنوبية من عند بلاد النوبة من عند أصوان وده كان رابع أعمال الملك من محات الأول يبقى تاني كده عندنا كم عمل؟ أربعة سجلهم كده معايا واحدة واحدة ها؟ عمل إيه أول حاجة؟ سيطر على حكام الأقليم وأغضعهم لحكمه مع الحفاظ على العلاقات الإيه؟ الودية ما بينه وما بينهم مقابل الولاء والطاعة ليه عمل نقل العاصمة من طيبة إلى إس التاوي عمل أيضا تأمين لحدود مصر الشرقية والغربية من هجمات الأسيويين والليبيين على أطراف الدلتة وأسس ما يعرف بأصوار من محات المبجل عند بلاد النوبة في جنوب مصر الناس سجلت معايا وكتبت الأسئلة اللي قلناها والمعلومات اللي قلناها تعال بقى كده مع بعض نسأل كام سؤال إيه السؤال الأولي؟ بما تفسر ها؟ يطلق على الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي الإجابة اللي الناس بتقولها وبتكررها معانا لأن ملوك الدولة الوسطى اهتموا باستثمار موارد مصر الطبيعية لينهضوا بالبلاد وأقاموا العديد من المشروعات اللي نهضت فعلا بالبلاد في كافة المجالات وده سؤالنا الأول يعرف الدولة الوسطى أو تعرف الدولة الوسطى بعصر رخاء الاقتصادي وده الإجابة اللي ظهر قدامكو على السؤال ده سؤال تاني من الأسئلة بتاعتنا اللي بتيجي في الامتحان بما تفسر نقل النمحات الأول العاصمة من طيبة إلى اس التويه لكي يضمن سيطرته على ايه؟ على جميع أنحاء البلاد تمام؟ سؤال كمان من أسئلتنا صوب ما تحته خط يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر المجد الحربي الكلمة اللي تحتيها خط هي الخاطئة هنشيلها ونكتب مكانها عصر الرخاء الاقتصادي بكده نكون قلنا أعمال الملك ابن محات الأول أحد ملوك الأسرة الـ 12 وآخر وزراء الأسرة رقم 11 تعالى كده نشوف ملك آخر من ملوك الدولة الوسطى وهو الملك سنوسيرت الثالث وهو من أشهر ملوك الدولة الوسطى اللي اتعرف عنه شخصيته القوية حكمه العادل جدا واهتمامه بالتجارة الخارجية وده تمثال من تماثيل الملك سنوسيرت الثالث الملك سنوسيرت الثالث هو من قام بحفر القناة اللي قلت عليها في البداية خالص وهي قناة سيزو ستريس القناة اللي سهلت من التجارة المصرية مع بلاد كتيرة جدا دعالوا كده مع بعض نرسمها على الخريطة ونرجع نتكلم على تفاصيل قناة سيزو ستريس لو جينا نرسم خريطة مصر شباب طبعا البحر المتوسط بتاعنا ههوة منطقة الدلتا طبعا زمان ما كانش فيه عندنا بقى بحيرة ناصر كانش فيه عندنا منطقة قناة السويس كانت قناة سيزو ستريس ديت هي القناة اللي بتمتد من نهر النيل وصولا إلى منطقة البحر الأحمر فهي القناة اللي بتربط ما بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق نهر الايه؟ نهر النيل يبقى القناة دي اللي اسمها ايه؟ قناة سيزو ستريس هي القناة التي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق نهر النيل واللي كان من أهم نتائجها ان هي سهلت من التجارة المصرية مع كتير من البلاد منها مثلا جزر البحر المتوسط زي كريت وزي أبروس وفي الجنوب عندي بلاد تسمى بلاد بونت اللي هي اسمها النهاردة الصومال تعالوا كده مع بعض نرجع نشوف سؤال من الأسئلة المهمة جدا على قناة سيزو ستريس طبعا من أهم الأسئلة اللي بتيجي على القناة دي لما يجي يقولك أقدم طريق مائي يصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط على طول هتقولي هي قناة سيزو ستريس اللي هي ظهرة قدامك على الخريطة هنا هو وزي اللي احنا رسمناها على خريطتنا من شوية السؤال بقى المهم ما النتائج المترتبة على حفر قناة سيزو ستريس هقول إنها زادت من النشاط التجاري ما بين مصر وفلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط زي جزيرة كريت وجزيرة أبروس وكمان زي البلاد اللي أنا لسه قايل عليها من شوية وهي بلاد بونت اللي هي النهاردة الصومال مش عايزكم تنسوا إن احنا قلنا لحد النهاردة من ساعة ما بدأنا كلامنا على التاريخ المصري القديم عندنا بلاد تسمى بلاد فينيقيا اللي هي النهاردة إيه؟ لبنان والنهاردة بنقول بلاد بونت اللي هي تسمى بصومال يبقى السونسير تعمل قناة سيزو ستريس وأمن حدود مصر الجنوبية إزاي أمن حدود مصر الجنوبية؟ أنشأ قلعتين في جنود مصر عند بلاد النوبة تسمى قلعتين سمنا وقمنا يبقى سونسير تعمل قلعتين في الجنوب اسمهم إيه؟ سمنا وقمنا ليه؟ عشان يأمن حدود مصر الجنوبية عند بلاد النوبة هو ليه تاني بيكرر عندي بلاد النوبة قال لك أصل منطقة النوبة دي هي البعد الاستراتيجي العسكري يعني لمصر من ناحية الجنوب من محات الأول عمل أصوار من محات المبجل اللي بتحدد حدود مصر الجنوبية وعندنا سنسرة التالت اللي عمل قلعتين سمنا وقمنا اللي بيمثله في بلاد النوبة البعد الاستراتيجي لمصر ده سنسرة التالت كمان يا شباب يعني جعل من حماية مصر يعني واجب مقدس واجب يعني كأنك كده هو تتعبد إلى الله إنك تحمي أرض بلدك ده شيء مهم جدا لدرجة إن سنسرة التالت لي يعني جملة شهيرة جدا بيناشد أو بيكلم فيها أولاده وأحفاده وكل المصريين من بعده بيقول لهم إيه؟ إن من يحافظ من أبنائي على هذه الحدود التي أقمتها اللي هو حددها لمصر بصوا بيقول لهم إيه؟ فإنه ابني وولدي أما الذي يهملها اللي ما يهتمش بتأمين حدود بلدي ولا يحارب من أجلها وما يموتش نفسه عشانها فليس بابني ولم يولد مني هو يتبرأ من المصريين اللي ما يدفعوش عن أرضه وعن الحدود اللي هو عملها وحددها قد إيه المصريين القدماء وهؤلاء الملوك كانوا يدافعون عن أرض الوطن زي ما بيقولوا كده بكل دماؤهم عشان يحافظوا على هذه الحدود اللي أقموها عبر سنين طويلة يبقى احنا كده شباب بنتكلم مع بعض على عصر الدولة الوسطى وبأكد تاني على الكلام اللي قلته في بداية حلقتي إن هو العصر اللي بيمتد خلال الأسرتين 11 و 12 والعصر ده يسمى بعصر الرخاء الاقتصادي لأن ملوك هذا العصر اهتموا بإقامة مشروعات تنهض بالبلاد في كافة المجالات اهتموا باستثمار كل الموارد الطبيعية في مصر العصر بتاعة الدولة الوسطى هو العصر الزهبي لمصر لأن تقدمت مصر في كافة المجالات سواء كان فنون عمارة أدب حتى في مجال التجارة لما حفرنا قناة سيزوستريس وقلنا إن من أهم ملوك الدولة الوسطى تلاتة من محات الأول سنوسارت الثالث وإمن محات التالت وقلنا أعمال إمن محات الأول أربع أعمال أب لما قلناهم قلنا إن هو كان وزير لآخر ملوك الدوء الأسرة الحداشر ثم أعلن نفسه ملكا على مصر عام 2000 قبل الميلاد الرجل ده عمل إيه؟ أغضح حكام الأقاليم جدعانة شباب وحافظ على العلاقات الودية معاهم مقابل الولاء والطاعة وعمل أصوار إمن محات المبجل أم من حدود مصر الشرقية والغربية من الأسيويين والليبيين وأيضا إمن محات التالت أقام زي ما قلنا في البداية تاني معلش أصوار إمن محات الإيه المبجل قلنا كمان الملك سنوسارت التالت اللي هو يعتبر من الملوك العظام المعروفين بشخصيتهم القوية والحكيمة جدا جدا عمل قناة سيزوستريس اللي ربطت ما بين مصر وكثير من الدول المجورة ليها زي فلسطين زي سوريا وبلاد بونت وجزر البحر المتوسط واهتم جدا بتأمين حدود مصر الجنوبية فعمل قلعتية سمنة وقمنا في جنوب مصر عند النوبة لأنها تمثل البعد الاستراتيجي لمصر وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من عصر الدولة الوسطى واشوفكم على خير في الحلقة القادمة مع السلام